جلسة خاصة أخرى عقدها مجلس الأمن بشأن اليمن وسط استمرار للتحديات المتصلة بأحدث الاتفاقات المبرمة برعاية الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في الحديدة وموانئها الثلاثة في إحاطته المقدمة إلى المجلس أوضح المبعوث الأمم إلى للمان مارتين غريفث أن الجهود التي بذلها رئيس بعثة المراقبين الجديد الجنرال مايكل لوليسغارد انتهت إلى موافقة الطرفين على إعادة الانتشار في ميناء الصليف ورئيس عيسى كخطوة أولى تليها إعادة انتشار من ميناء الحديدة وإجزاء مهمة من المدينة المرتبطة بالمرافق الإنسانية في الخطوة الثانية لكن دون تحديد موعد لبدء هذا الانسحاب واكتفى بدعوة الطرفين إلى البدء فورا بتنفيذ الاتفاقية دون مزيد من التأخير مداخلات أعضاء مجلس الأمن هذه المرة لم تكن متسقة تماما مع المناخ العام التفاؤل نسبيا الذي حاول غريفة فرضه على جلسة مجلس الأمن فقد وصف مندوب فرنسا فرانسوا ديلاتر الوضع في الحديدة بأنه لا يزال هاشا وأكد فرض عقوبات على من يعرق الاتفاق السويد فيما دعت مندوبة بريطانيا كارين بيرس إلى تطبيق كامل لاتفاق الحديدة في حين اعتبر المندوب الكويت منصور العتيبي أن تنفيذ اتفاق السويد هو الخطوة الأولى للمشاورات المقبلة في اليمن وجددت دعوة للإفراج عن جميع الأسرى وفقا لهذا الاتفاق الحكومة وفي كلمة ألقاها مندوب اليمن عبدالله السعد اعتبرت أن ما يجري من مماطلة وعرقلة من قبل ميليشيا الحوثي دليل واضح وجلي على تجاهل استحقاقات السلام وجهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة المتصلة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في استوكولم والانصياع لقرارة مجلس الأمن وطالب السعد برفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر لتسهيل حركة المواطنين وإيصال المساعدات الإنسانية والتخفيف من معاناة أبنائها معربا عن أمله في أن يحقق اجتماع اللجنة الخاصة بإعلان تفاهم التعز نهاية الشهر الجاري النتائج المرجوة وانتقدت الحكومة على لسان وزير الإدارة المحلية عبد الرقي فتح الإحاطة التي قدمها في الجلسة نفسها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك بسبب عدم إشارته لحجم الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المساعدات الإغاثية والعراقيل التي تضعها أمام المنظمات الإغاثية الأممية والدولية جلسة تلو أخرى لمجلس الأمن بشأن اليمن لكن لا نتائج تغير الحقائق على الأرض على نحو يبقي حالة المراوحة عنوانا آخر للفشل في هذا الشق من جهود السلام ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة